دفع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عن وجود قوات أمريكية في بلاده دون أن يحدد جدولا زمليا لانسحابها في مقابلة له مع صحيفة وول سري جورنل الأمريكية وأوضح السوداني أن الحاجة إلى القوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم الدولة يحتاج إلى مزيد من الوقت في إشارة إلى القوات الأمريكية وقوات حلف النيتو التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية على مكافحة التنظيم وقال السوداني أنه يعتزم إرسال وفد الرفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل مضيفا أن العراق يود أن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج من بغداد معا لجبوريا الخبير الأمني والعسكري ينظم إلينا أستاذ معا مساء الخير اللي يعتبر كلام رئيس الوزراء العراقي الآن عبارة عن اعتراف مباشر وعلني أمام الملأ بأن السلطات العراقية وبعد 19 عاما تقريبا من احتلال الأمريكي حتى الآن ما زالت غير قادرة على السيطرة على الأمور أمنيا وعسكريا في البلاد وبعد كل هذه السنوات ما زالت تحتاج إلى وجود أجنبي على أراضيها لا أتفق مع هذا الاستنتاج إنما نحن نعلم أن التنظيمات الإرهابية داعش وكثير من المنظمات الإرهابية التي تعمل في المنطقة هي تنظيمات دولية لا يمكن لبلد لوحده أن يحقق انتصارا نهائيا على هذه المنظمات دون أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي العراق لا يحتاج إلى أي دعم على الأرض من المقاتلين كوماندوز أقصد من العسكريين الأمريكيين لأن القوات العراقية مؤهلة وتمتلك من الخبرة والمهنية حيث قامت بسعق دولة الخرافة الإسلامية وقضت على داعش وتنظيماته بعد جهد وبعد تضحيات جسام ولكن هناك اتفاقيات ومخرجات للحوار الستراتيجي العراقي الأمريكي موثقة بين البلدين وهي أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي الدعم اللوجستي والاستخباراتي والتسليح التجهيز التدريب والاستشارة لمساعدة القوات الميدانية على الأرض القوات المسلحة العراقية في أن تحقق أهدافها وتحقق مكتسباتها الحقيقة المتفضل بها السيد السوداني يعتبر قرار شجاع وجريء من منظومة الحكومة العراقية دعنا نفصل أكثر أستاذ الجبوري بالشجاعة في هذا القرار شجاع ضد من؟ ضد الإطارة التنسيقية الذي يطالب بعلانية وبإصرار وعلى مر سنوات بانسحاب كل القوات الأمريكية؟ أتفق تماما مع استنتاجك سيدتي ورسالة واضحة إلى إيران الجانب الإيراني نتحدث بصراحة ونسمي الأشياء بمسمياتها ومن ثم القوى الموالية لإيران التي كانت وما زالت تصر على قطع حتى تتمنى قطع العلاقات مع الجانب الأمريكي بالشكل الكامل هذا القرار الذي تحدث به وهذا الحديث الذي تحدث بها السيد السوداني أعطى رسالة واوحة مليا أن العراق مستقلا في قراره وأن التعاون مع الجانب الأمريكي تعاون يخدم السلم المجتمعي والأمن الوطني ويخدم المنطقة برمتها لذلك لا يمكن لدولة الآن لوحدها أن تحارب الإرهاب ونحن نعلم أن المنطقة تعيش حروب متحركة مع هذه الميليشيات ومع هذه المنظمات ثم هناك قرارا قبل شهر سيدتي وتحدثنا من خلال شاشتكم الموقرة عنه أيضا هو ما يسمى بملء الفراغ والخط الصفري بين القوات المسلحة العراقية وحدود إيران وتركيا وسوريا أيضا لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية على الحدود هذه السائبة التي تنشط فيها المنظمات الإرهابية مع هذه الدول هذه كلها عوامل جديدة يعني عوامل شجاعة استطاعت أن تضع الأمور في نصابها وتعطي رسالة واضحة بأن العراق يطالب المجتمع الدولي والتحالف الدولي بأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في مساعدة العراق لمحاربة الإرهاب لذلك حقيقة رسالة واضحة إلى هذه القوى التي تسألت سيد جبوري يبدو أن مربط الفرس في هذا الموضوع هو إيران وموقف إيران مما يحصل وقلت قبل قليل أنه يجب أن نكون واضحين في كلامنا هل ستسمح طهران بأن تتخذ بغداد قرارا بهذه الأهمية وبهذه الخطورة بالنسبة لمصالحها في العراق دون أي تدخل وترضى بذلك نعم ممكن طبعا ستتدخل إيران وتحاول أن تلعب أوراقها التي تمتلكها ولكن الوضع الآن في الداخل الإيراني أستاذ العزيز صعب جدا كما هو معلوم نحن نعلم أن إيران تعيش اضطرابات كبيرة جدا على المستوى الشعبي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي ومن ثم السيد السوداني يمتلك أوراق ضغطها إيران تعتبر العراق الرئى الاقتصادية التي تتنفس منها الحديقة الخلفية التي تحارب فيها إنما السيد السوداني الآن بصراحة يمتلك الدعم الشعبي الدعم العربي عودت العراق إلى محيطه العربي وإلى حاضنته العربية الاستراتيجية والدعم الدولي هذه كلها تصف في صالح أن السوداني اتخذ قراره وواضح جدا حتى هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي بصراحة ونتحدث هذا الأمر ممكن للدخول في تفاصيله إذا رغبتم وطبعا أن السوداني ماضي قدما في هذا الاتجاه حتى مسألة خليجي 25 الذي حدث فيها البصرة أعطى بعدا واضحا إلى إيران وإلى التحالفات القريبة من إيران والحزاب مفهوم هذه الصورة أستاذ معا محمد شيع السوداني لديه أوراق من القوى وقد يستطيع بها منع التدخل الكامل لإيران دعنا نقول ولكن هل لديه شريك ويخاطب الولايات المتحدة وحتى اللحظة لم يعطي البيت الأبيض موعدا لرئيس الوزراء العراقي للزيارة وفي هذا التأخير في تأكيد زيارته إلى الولايات المتحدة قرئة بين سطورها خلال الشهر الماضي يعني قبل الشهر الأول من تبوئه هذا المنصب السيد السوداني سبع زيارات خلال شهر واحد قامت بها السفيرة الأمريكية في بغداد إلى السيد السوداني وحتما لم يتحدثوا عن كرة القدم وعن المناخ وعن أمور أخرى إنما تحدثوا في صلب المواضيع التي تهم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لذلك العراق بعد 2003 سيدتي نتاج للاحتلال الأمريكي واضح جدا ولا يمكن لأمريكا أن تتخلى كذلك العراقي يضغط على الجانب الأمريكي بكل إمكانياته من أجل أن تكون العلاقة بمستوى المسؤولية كما تفضلتم كما هو الحال مع الدول الخليج العربي كما هو الحال على سبيل المثال مع ألمانيا ومع اليابان ومع كوريا الجنوبية فهذه كلها عوامل تساعد السيد السوداني أن يمضي قدما لأن عملية أي إخفاق الآن إذا ما حصلت في هذه العكومة حقيقة الوضع لا يمكن أن يبشر بخير الوضع الأمني الآن مستتب دعا السيد السوداني إلى أيضا زيارات إلى أوروبا لغرض دعوة كثير من الشركات الاستثمار خصوصا في مجال الطاقة والبنى التعتية الجانب الأمريكي يعي حاجة العراق وعلى أمريكا أيضا أن تعمل بكل إمكانياتها لغرض نجاح الدور هذه الحكومة أستاذ معن الجبوري الخبير الأمني الاستراتيجي من بغداد